السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله ناخد مع بعض شابط جديد اسمه الفيتامينز احنا اتفقنا ان فيه حاجات كده قلنا ان فيه حاجات هي الاساس عندي الكربوهايدريت والليبد والبروتين دول اللي هيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم متابوليزم وقلنا عشان ناخد الميتابوليزم اللي يجب ناخد حاجة اسمها الكمستريب فدول كده عندك ست شابات لهم كربوهايدريت كيمستري بروتين كيمستري كربوهايدريت ميتابوليزم بروتين ميتابوليزم وقلنا ان فيه حاجتين مهمين او ثلاث حاجات كده مهمين الانزيمز ده شابطر مهم جدا 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 علشان بيفهمك او ده حلقة الوصل ما بين كده وهو مدخل للميتابوليزم وكمان فيه بقى حاجتين مهمين اللي هما الفيتامينز والمينرالز لماذا ناخد دول يا دكتور؟ لان دول اصلا مساعدين الانزيم دول اللي بيساعدوا الانزيمات خلاص طيب بالنسبة للترتيب والله مش مشكلة بقى خلاص احنا اتفقنا ان فيه ترتيب حلو قوي وفيه ترتيب عادي يعني مش هيفرق انه واحد اللي ناخده الاول ولكن بيكون فيه ترتيب معين كده على حسب النظام الجديد يعني بيمشي مع الموديول اكتر خلاص فاحنا مفيش مشكلة طالما احنا فاهمين الفريم العام بتاع المادة وعارفين احنا بناخد دولي يعني محدش يقولي احنا بناخد الانزيم ليه بناخد الفيتامين ليه لازمة بناخد المينرالز لا طبعا ليها لازمة وحضرتك عايش بالكلام ده طيب نبدأ يلا على بركة الله اول حاجة عندنا هي طبعا في اي حاجة هي الديفينيشن يعني ايه؟ فييتامينز هي ارجانيك كومباوند الجسم بيحتاجها بـ حتى ملقناش وحده تناسب الـ فاقمنا رايحين ايه؟ محتاجينها بـ احنا اللي حددناها خلاص يبقى مثلا اقول لك فييتامين ايه محتاجه مثلا بـ احنا حاجات بسيطة جدا يبقى انا بحتاجها بكميات قليلة جدا في الاكل والجسم ما يقدرش يصنعها ما بيقدرش ايه تصنعها علشان كده لو انت مكلتش فييتامينز هيحصل لك مشاكل من الاخر الكمية البسيطة دي لو ما اكلتهاش هيحصل لك مشاكل اول واحد اكتشف هو الـ فييتامين بي وان طيب الفيتامينز دي طبعا اي شابتر زي ما اتفقنا الكلاسفيكيشن بتخلصه فايه هي تقسيمة الفيتامينز والله يقسمناهم على حسب الزوابان في جزء منهم او مجموعة كده بيدوبوا في المية فسميناهم وفي مجموعة بيدوب في الدهون فسميناها فاتسوليبل فييتامينز بص انت قراهم كده بدل ما تقراهم كده عشال مفيش دكتور مثلا كبير عندك يسألك ولا حاجة يقولك عارف الفاتسوليبل فييتامينز سأقول له اديك لا ما عيب يعني ماشي فانت تقوم رايح اقول له اي كده كده وقولك انا كمان هاديك صفر عادي مفيش مشكلة خلاص يبان انت تقراهم كده كده يعني اي اي دي اي اي دول مين يا دكتور دول الفاتسوليبل فييتامينز خلاص الناحيات دي الووتر سوليبل فييتامينز واسموه اي اي بي كومبلكس بي كومبلكس يعني الي مش بي كومبلكس الي هو فييتامينزين البي كومبلكس دول كتير بس انا اتكلم علي التأسيمة الكبيرة يعني ين يادوب في الدهون موجود لفنا في الدهون سبحان الله يحصل إليه سب سؤال أطباء فقط ممنrie الأزكياء يدوبه حين في الميا الفاتسوربل، ليس مثلها يعني الووتر سوليبل بقى في حاجات كده اا يعني اختلافات كبيرة بقى وهنفهم بيها حاجات مهمة الفات سوليبل دي بتتخزن في الليفر بتتخزن يعني بص بقى اولا لو انت مكلتش النهاردة هيحصل مشكلة لا فبيقولك الديفشنسي داز نوت قبير رابد لي مش هيحصل مشكلة النهاردة عشان ما كالتش النهاردة فات سوليبل فيتنس يعني طيب لو انت كالت النهاردة كمية مضاعفة من اللي انت محتاجه هل هيحصل مشكلة لا لان هي بتتخزن هيروح على المخازن طيب لو كانت بقى كمية كبيرة عن اللي انت محتاجه وعن المخازن هنا بقى يبدأ يحصل مشكلة ليه لان الفات سوليبل اي هاجة فات سوليبل لازم يكون لها كارير ولازم في المخازن يكون لها مخازن معينة وما ينفعش الزيادة تدوب في الدم بتاع حضرتك وتنزل بعيد في اليورين مثلا لا فيب لازم لها اماكن معينة خلاص عيان على سبيل المثال لو انت عندك مثلا موقف بياخد عشر عربيات طبعا العربية دي ما بتدوبش في الهوى يب لازم توقف في حيز معين ومكان معين لو انت جيت كبت في الموقف ده عشرين عربية خمسين عربية هل اي عربية هتقرف تطلع هل هيحصل هل الدنيا هتمشي كويس يعني ولا هيحصل مشاكل طبعا هيحصل مشاكل كبيرة جدا يبقى الفات سوليبل فيتامين منزل الترتيب كده هي بتدوب في الدهون يبقى لازم لها كاريرز ولازم لها حاجات معينة طيب لو كانت النهاردة زيادة شوية صغيرين مش هعملوا مشاكل عشان فيه مخازن هيدخله فيه طبعا لو ما كانتش النهاردة حاجة مش هحس النهاردة بحاجة طب لو كانت كتير بقى عن المخازن هيبدأ يكون فيه حاجة اسمها توكسيستي لو انت اخدتها بلارج دوز ما تاخدها بعد اذن حضرتك بلارج دوز خد الانترناشنال يونت بتاعتنا خلاص وكمان عشان هي دهون فهي محتاجة بايل لامتصاص زيها زي الدهون بالضبط والكوليستيرول المليشات كما نت rad عشان تT måc bro j Mill بايلة سوربو محتاجة البانز هلاقي ده حاجة اسمها هيبو فيتامينوزيس وهلاقي فيها حاجة اسمها هيبر فيتامendingοزيس يبا فيه هيبو فيتامينوزيس وهايبر فيتامينوزيس اح 아니에요 يعني عن حالك من محتاجه محتاجه يعني احالك هيبو فيتامينوزيس يعني اعراض لنقص الفيتامين واعراض ايضا لذيادة الفيتامين عن المخازن hg الووتر سوربول اللي بيدوبوا في المية دول نوت ستورد مية بيدوبوا في المية مفيش مكان بيخزنهم مبيتخزنوش في الليفر علشان كده نقصوهم بيظهر بسرعة مكلتش النهاردة مكلتش بكرة احتياجك من فيتامين معين هييظهر عليك الاعراض مفيش توكسيستي ليه بقى مفيش توكسيستي يعني لو جبت النهاردة افص برطقان مثلا في فيتامين سي واعد تاكله وكلت كمية فيتامين سي كبيرة جدا هل هتعمل فيه حاجه؟ المفروض ان هو الفيتامين بنفسه مش هيعمل فيك حاجه لان هو زياده لما تنزل في الدم هتعدى على الكيدني ونتخلص منها على طول في اليورين لان هو مش محتاج كارير ويمشي براحته في المية وهينزل مع الكيدني عادي مفيش مشكلة بخلاف طبعا لما هاجي اقولك بعد كده ان الفيتامين سي في الجهاز البولي ممكن يبقى يعمل حسوات بس ده مش من فيتامين سي نفسه مش في الدم يعني ما عملش المشاكل في الدم ومش عندي كل الناس عندي ناس معينة خلاص يبقى هنا هلقي اعراض لنقص الفيتامين حاجه اسمها هيبو فيتامينوزس ولكن مش هلقي اعراض لزياده الايب مفيش هنا هيبر فيتامينوزس كل يا عم براحتك والزياده هتنزل في اليورين اكيد اغلبنا جرب ياخد مثلا حبوب فيتامينز في وقت معين كده وممكن يلاقي لون اليورين بتاعه تغير لو خدت فيتامين بيه مثلا دايما بكل نوع احمر اه لما تيجي مثلا اليورين بتاع حضرتك هتلاقيه في نفس اليوم بالليل هتلاقي بقالونه احمر ليه لان القرص او الكابسولة اللي بيكون فيها الفيتامينز دي بيكون فيها جرعات عالية من الفيتامين انت بيكون عندك نقص فيتامين معين فالدكتور بيكتب لك او انت بتاخد من نفسك فبيكون عندك نقص هل هو بكمية صغيرة لا ده الكابسولة محطوط فيها اضعاف الانترناشونال يونيت اللي انت محتاجها طيب هل كده دكتور هتعمل مشاكل ان شاء الله مش هتعمل مشاكل ان هي زي ما انت بتشوف كده بتغير لون اليورين عشان هي نزلت بالكميات الكبيرة اللي فيها دي نزلت في اليورين طيب هل دي محتاجة زي الدهون لبيل او اي حاجة تانية لا مش محتاجة لأي حاجة نبدأ بقى ناخد الووتر سوليبل هم اكتر حاجة الووتر سوليبل والبي كومبليكس هو اكتر حاجة فيه طيب بيقول لي بقى ان هم اغلبهم كو انزيم فاي نقص فيهم هيعمل ابنورمل حاجة في الميتابوليزم هيأثر على حاجة هيأثر على راكشن خلاص طيب الاكيوت توكسيستي يعني ايه اكيوت توكسيستي يعني التسامم الحاد لو انت كلت اقفز برطقان هل هيحصل غالبا ان شاء الله مش هيحصل زي ما اتفقنا الزيادة هتنزل مفيش مشكلة طيب السورس اوف فيتامين بي كومبليكس بيقول لك فارايتي اوف فود سطاف يعني سورس متنوع من الاغذية والله هي عندك بلانت سورس وعندك انيمال سورس البيلانت سورس بيكون في الفايبر في الفايبرس بورشن اوف بلانت الاجزاء اللي احنا بنرميها يعني مثلا بتيجي تاكل خاص الجزء الاخضر اوي اللي هو الالياف اللي في النهاية دي انت بترميها تمام البصر الاخضر برضو الجرجير والحاجات العيدان دي انت حضرتك ايه بترميها اه هي دي بقى اللي بيكون فيها الفايبرس طيب اغلب الحبوب موجودة فيها بتكون انريتش خلاص زي الاوت ميل والويت جيرم اللي هما يعني ايه بزور الامح والشوفان الانيمال سورس بقى ما هتلاقي الليفر الكبدة واللبن والبيض والبيف والبورك ماشي ملناش علاقة به ناخدهم واحد واحد بان شاء الله ونتعرف عنهم ونعرف الحاجة المميزة في كل واحد اللي هنتسئل فيها ومش عايزين نلخبطها ابدا مطلوب مننا ايه هتلاقي يقولك مثلا ادي فيتامين بي وان تعرف اسمه لازم نعرف اسمه يا دكتور علشان هو ممكن يجيلي سؤال بالاسم ده وممكن يجيلي سؤال بالاسم ده فيبنا لازم اكون عارف ان الثيمين هو هو الفيتامين بي واحد ثاني حاجة تعرفها الاختف فورم لازم تكون عارف الاكتف فورم ممكن نعرف الفورم اللي هي الفورميلة بتاعته او ممكن لا غادبا كده احنا معندناش فورميلة ولكن الاكتف فورم يعني الثيمين ده هو اسمه الاكتف فورم بتاعته لما يتحطى عدي 2 فوسفيد فيبى اسمه الثيمين بيروفوسفيد يبقى الثلاثة دول لازم يكونوا مرتبطين في دماغي بالعرض كده بسطر واحد ثلاثة مربطين مع بعض فيتامين بي واحد اللي هو الثيامين اللي الاكتف فورم بتاعه الثيامين بيروفوسفيت كده سطر واحد او جملة واحدة ما ينفصلوش عن بعض علشان دماغي تحضر وانا بحضل في الامتحان طيب هنا اهو مش كاتبهم يعني احنا خلصنا ومش كاتبهم مش مشكلة تعرفهم برضو اللي انا هقولهم لك تعرف مما بي واحد اللي هو الثيامين اللي هو التي بي بي عشان لما نيجي في الميتابوليزم وتلاقي السهم مكتوب عليه تي بي بي حتى ما تسألش نبقى انت تعرف مين هو التي بي بي ايه هي الفونشن بتاعته هو مهم جدا جدا فور ريليز اوف انرجي من الكاربوهايدريت انت فاهم طبعا ان اللي بيحصل له متابوليزم هو الكاربوهايدريت والليبت والبروتين مش هما اللي هيتحرقوا ولكن هما هيساعدوا في حرق الكاربوهايدريت خلاص الجملة هي تفهمها كده مهمين ليه ايه لاستخراج الطاقة من الكاربوهايدريت مش هما نفسهم يعني انا مش هحرق الفيتامين بي واحد وطلع طاقة لا انا هستخدمه كمساعد لانزيم حرق الكاربوهايدريت انزيمات حرق الكاربوهايدريت كتير جدا هتلاقي عليها تي بي بي عملية اسمها مهمة جدا هنشوفها في الكاربوهايدريت ميتابوليزم بازن الله طيب مهم للابطايت والجود هيلث مهم للشهية والصحة العام ماشي يسيدي متشكرين مهم للنورمال فونشن اوف نيرفاس سيستم التي بي بي مهم جدا لالخلايا العصبية مش التي بي بي بس الفيتامين بي تناشر وده شيء طبعا انت هتلاقيك عارفه من جدك ومن جدتك او والدك والدتك يعني على طول اي تعب في الاعصاب كده يقول لك ايه احنا تروح يا دكتور تجيب لينا حقنة فيتامينات من الصغدالية وتيجي تدهن ماشي فخلاص ده شيء معروف فوق الطب يعني احنا عارفينه من زمان طيب نقصه وهنا مش هنا قلت لك هيجي لك مرض في الامتحان لازم يجي لك مرض في الامتحان مش انت يعني بس تتسقل في مرض في الامتحان فاي واحد من دول لازم برضو تكون عارف نقص التي بي بي بيعمل ايه نقص فلاني الفلاني بيعمل ايه التي بي بي مهم لاستخراج الطاقة فلما ينقص هتلاقي هتلاقي نفسك مدروخ وديبريش دي بريست اللي هو بجامل دي بريشان انت محبط ومكتئب يعني مش على بعضك كده يعني صدرك كده ايه مغموم كده هو ده اللي بيحصل ليه لان انت واقفت التفاعلات بتاعة الطاقة واقفت حيوية فيحصل لك الكلام ده النقص الحاد واحد خلاص بقى عنده نقص حاد في مجاعة او كده لا قدر الله في البلاد اللي فيها مجاعات بيحصل بقى الكلام ده بيبدأ ييجي ايه حاجة اسمها بيري 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 ده دي زيز اوف نيرفاس سيستم مشكلة بقى بيبدأ ان هو يأثر على النيرفاسيستم مش بس التفاعلات بتاعة الطاقة لا ده واصل لتفاعلات الطاقة واثر كمان على النيرفاسيستم طيب اهو مشهور في البلاد اللي فيها بوليشد رايز اللي هو الرز هو ده الاكل الوحيد اللي عنده ماشي طيب ديفيشنس اوف تايمين بيحصل وير رايز از اونلي ستيبل في منهم نوعين حاجة اسمها دراي بيري بيري وحاجة اسمها ويت بيري بيري في نوع تالت بقى مش مشكلة دراي ده بيحصل الاول ممكن يسموه اكيوت بيري بيري او اولي بيري بيري والتاني كرونيك او ليت يعني ده اللي بيحصل لاول يعني ممكن نفس الشخص هيحصل له الاتنين ده يحصل الاول وبعدين ده يجي بعده ماشي مش ده حاجة بتحصل في عماكن ودي بتاع لا هو نفس الشخص هيحصل له البري بري البري بري ده اللي هو نقص الثيمين يحصل له في الاول كده وبعدين في الاخر كده ماشي فيحصل يا دكتور هيحصل في البداية يحصل ضعف والذهبات كده في الاعصاب والريتابلتي مش عارف يوفق ما بين الايد والدراع والماشي والكلام ده هيبدأ انه هو يفقد الحاجات دي كلها يبقى المرحلة الاولى تحسها عصبية شوية المرحلة في الاعصاب شوية ده جاي نقص نتيجة نقص الانرجي اللي جاي من الكاربوهايدريت لان احنا عارفين ان الانرجي بتاعته هي الكاربوهايدريت اصلا ما يقدرش ياخد حاجة تانية الا في ظروف معينة ووقت معين ماشي طيب بعد كده هتبدأ بقى نقص الطاقة ده يأثر كمان على القلب فيبدأ ينفخ ويملى مية فنسميها يعني نقص الطاقة الاول كان مأثر على اعصاب فكان لما بدأ يأثر على القلب فيحصل يعني القلب يكبر فشل اهو وضعف فيبدأ يجمع مية ما يقدرش يضخ الدم فتجمع مية وراء اللي هي الاديمة فعشان كده ساموه ايه ويت بير بيري خلاص يبقى الثيمين انت تحفظه في سطر واحد كلهم كده تحفظهم في سطر واحد الثيمين فيتامين بيون ثيمين تي بي بيري بيري انا احاول دول كده في سطر واحد ماشي فيتامين بي تو ريبوفلافين أفئم ان فاد سطر واحد فيتامين بي تو اللي هو الريبوفلافين الاغتف فورمو أفئم اين وفاد أفئم ان اللي هو فلافين مونونيكلوتايد FAD فلافين أدنين دينيوكلوتايد ايه هي النيوكلوتيدة النيوكلوتيدة هي سكر زائد فوسفيت زائد قعدة نيتروجينية ماشيين السكر سكر عادي اللي هو سكر خماسي يببا بنتوس الفوسفيت القعدة النيتروجينية يشتغل هنا مكان القعدة النيتروجينية يببا الفلافين هيجي هنا يببا دينيوكلوتيدة لما هي النيوكلوتيدة واحدة يببا سميناها فلافين مونونيوكلوتايد يعني النيوكلوتيدة واحدة تبلغو مسكت في سكر بنتوس زائد فوسفيت زائد أدينوزين يببا دينيوكلوتيدة تانية ويمسكوا مع بعض يببا اسمها فلافين اللي هي دي أدنين اللي هي دي ضاينيوكلوتايد عشان هما نيوكلوتيدتين موسكوا في بعض يببا أنا عندي حاجة اسمها فلافين مونونيوكلوتايد وفلافين أدنين داي نيوكليوطايت الاتنين دول شغالين كايه مهمين جدا في الميتابوليزم كله كاربوهيدريت وليبيت وبروتين ده دول في كريبس والفاد في كريبس والرسبيراتورتشين مهمين في كريبس زائد الرسبيراتورتشين دورة كريبس لو تسمعوا عنها والتنفس الخلوي لو تسمعوا عنه مش مشكلة بس أصدأ أقول لك إنهم مهمين في حاجات مهمة جدا بتاعت الميتابوليزم بالكامل اصلك الريبس والرسبيراترو تشين دي ده الميتابوليزم بتاع الكربوهدريت والليبد والبروتين يعني اوعى وشك اي نقص هنا هيبقى مشكلة كبيرة جدا فهم مهمين جدا للجروث والربير والديفولوب منت اف بودي تيشو يعني اهو للنمو وتصليح اي حاجة عندك اهو مهمين للهيلثي سكن والايز والطنج الديفشنس بتاعهم يعمل لوس اوف ابتايت ويعمل اعراض كده ملهوش اسمه معين يعني مفيش اسم معين مثل بيري بيري بتاع الثيمين كده لا يعمل سورين طنج كراكد لبس يعني الطنج يكبر والشفة تتشقق ويحصل اي انفكشن ويحصل سكن انفكشن درماطايتس ماشي ويحصل هنا كونجاكتفايتس وحاجات كتير كده في الاي يحصل فيها مشاكل طيب خلصنا بي وان اللي هو رايبوفلافين اللي الاكتيف فورم بتاعته Fmn وFad اللي مهم في الميتابوليزم بتاع الكرباهدريت والليبيد والبروتيل فيتامل في سطر عايزك تكتبهم كده سطر تحفظ السطر كده على بعض بي سري النياسين اسمه نيكوتينيك اسد ناد وناد بي خلاص بي لاجرا ده الديزيز وده الاكتيف فورم وده الاسم التاني وده الرقا بي سري ناياسين او نكوتينيك اسد ناد ناد بي بي لاجرا ميتابوليزمي بالكامل كرباهدريت ليبيد بروتين يعني اوع وش خلاص بقى طبعا كده قدرتك على التأليف في الامتحان هتزيد يقول لك السورس قول له اه طبعا عارف السورس بتاع الفيتامين ده بالذات وعارف السورس بتاعه بالذات والله عند حضرتك فيه سورس بلانت وفيه سورس انيميل واللي يجي على دماغك بقى الحبوب الكاملة هي اهم سورس الفيتامين الديفشنسي والله يده المهمين البي كومبليكس مهمين جدا جدا في الميتابوليزم فاكيد مهمين في الميتابوليزم وللصحة لصحة الاعصاب كلها لان الاعصاب مهمة او الميتابوليزم بيأثر جدا عليها فلو نقص هيحصل فتيج هيحصل ديبريشان وهيحصل إريتابيليتي وهنا بقى حاجة خاصة زي البيري بيري الخاصة ببيون البيلاجرا خاصة ببي سري بلاجرا ماشي يعني ايه اربعة ديب الاعراض بتاعته بتبدأ كلها بحرف ديب يحصل ايه يحصل ديرماطايتس ودايرية ديرماطايتس يعني التهاب في الديرمس في السكن ودايرية يعني اسهال وديمنشي يعني عته ونسيان اعصاب بقى بيأثر على اعصاب بيأثر على الجلد بيأثر على جاي تي ولو ما تعليكش الدي الرابعة هتكون الموت لو ما تعليكش يحصل الانوريكزيا وراف سكن ده مين ده البلاجرا ده بتاعت مين السطر بتاعتنا بي سري نايسين نيكوتينيك نايد نايد بي بلاجرا طبعا الفونكشن بتاعتهم ايه بقى دول هايدروجين كارير هايدروجين كارير عشان بس نوفر على نفسنا لقدام ودول ايضا دول هايدروجين كارير هايدروجين والكترون كارير خلاص نعرفهم احنا بالمرة في حاجة اسمها كارسينويد تيومر او كارسينويد سندروم وده اكسس سيروتونين سينسيزيس يعني زيادة في السيروتونين سينسيزيس ماشي الدكتور معلش والله انا طهت علشان الكلام هنا خبط لازق كده فانا مش فهم اي حاجة حاضر شوف بقى دي وده يقول لك الاكل اللي هو ما فيهوش ناسين وما فيهوش تريبتوفان زي الدرة وبعدين يقول لك التريتمينت وبعدين يقول لك كارسينويد سندروم يعني كذا احنا نرجع وره شوية نرجع وره شوية كده بيقول لك بقى ان فيه امينو اسد اسمه تريبتوفان الكلام ده جايبه مننا دكتور ده من البروتين ميتابوليزم هذا التريبتوفان بيصنع مين بيصنع النياسين و السيريتونين 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 وكمان حاجة اسمها ميلاتونين وحاجة اسمها اندول ويسكاتول مش مشكلة دول دلوقتي يبقى خلينا في مين دلوقتي خلينا في السيريتونين والنياسين يبقى ناخد درس من البروتين ميتابوليزم عشان بس المعلومة تكون شبه كاملة عندنا وما نتلخبطش ونتدايق من الكلام ده طيب يبقى التريبتوفان ده امينو اسد احنا بناكله عادي فيصنع لي نياسين ويصنع لي سيريتونين لو افترضنا ان هو هيصنع اربع حاجات وانا كلتي مية تريبتوفانية فاعتبر يعني ان هما هيتقسموا على الاربع حاجات كل واحدة ايه خمسة وعشرين تريبتوفانية تصنع الناسين ومش عارف خمسة وعشرين تصنع السيريتونين وهكذا يبقى لو انت مكلتش تريبتوفان مش هتصنع الحاجات دي ده بامتى انت متاكلش تريبتوفان لو انت شخص نباتي عايش على الدورة يعني يعني التريبتوفان ده امينو اسد فجاي من المصدر المفروض ان هو اغلبه يعني ايه حيواني فيه بروتين نباتي وكل حاجة ولكن موجود في بروتين ايه حيواني خلاص طيب انا يا دكتور شخص نباتي باكل دورة يبقى غالبا هيكون عندي نقص في التريبتوفان ونقص في الناسين اهو يبقى ايه السبب ادي كده خلصنا او فهمنا كلمة ان الناس بتاكل اكل ما فيهوش ناسين وما فيهوش تريبتوفان زي اللي بياكلوا الدورة مش لما انت تاكل دورة يجي لك لا لو انت نباتي يبقى ادي اول حتة تاني حتة بقى ايه الكارسينويد سندروم والله السيروتونين ده موجود في اماكن من ضمنها ال جاي تي فلا قدر الله لا قدر الله لو ماشي لو حصل تيومر في الجاي تي اسمه كارسينويد كارسينويد تيومر ماشي او اسمه ارجنتافينوما عشان هي الارجنتافين سل هي اللي بيحصل فيها تيومر ارجنتافينوما او كارسينويد تيومر بيسحب كل التريبتوفان اللي انت كلته ويعمله سيروتونين تابعين الناسين ما ياخدش حصته يبقى يحصل ايضا نقص في الناسين يبقى في حاجة اسمها أرجنتافينومة او كارسينويت تيومر تزيد الأرجنتافين سيل يسحب كل التريبتوفان يصنع منه سيروتونين ويسيب الناسين ما يصنعوش فيحصل نقص في الناسين يبقى انت ان شاء الله كده فهمت الحتيتين دول ايه هو الكارسينويت تيومر هو الأرجنتافينومة تيومر في الارجنتافين سيل يسحب كل التريبتوفان عشان يعمل سيروتونين مكتوبة هنا ليه عشان هي ايضا سبب في البلاجرا ده سبب وده سبب التريتمنت ايونايزد ايزونايزايد ثيرابي ايزونايزايد وتدي ايه كمان تدي البتاعة اللي هو اللي ناقص اصلي اللي هو الناقص تاخد ناقصين عشان تمنع البلاجرا بيقلل اللي بيت النيكوتينيك اسيد بيقلل التريجليسرائيد والكولستيرول ومش معروف قوي السبب بس هو محلو جدا في تقليل الدهون يعني خلاص نيجي بقى المين ليه البنتوثينيك اسيد اللي هو فيتامين بي 5 هنا كاتب الاستراكشر بتاعه ده مهم مكون من بنتويك اسيد ماسك معه بيتا الانين يبقى اللي اتنين دول حفظ كده بنتويك اسيد وبيتا الانين عملوا لي بنتوثينيك اسيد اللي هو فيتامين بي 5 بيدخل في حكتب مهمين جدا حاجة اسمها اصيل كارير بروتين يعني البروتين اللي بيشيل الاصيل وما هو الاصيل يا دكتور هو الفاتي اسد ال متأكتف يعني لما نجيب فاتي اسد كده ونعمله kız activation يعني فاتي اسد نشيط يعني دخل في الرياكشن اسمه اصيل اصيل كارير بروتين يعني البروتيني الحامل للاصي مهم جدا جدا. وكو انزايم ايه? اللي هو الكو ايه? ده مهم جدا جدا. الاتنين دول مهمين جدا في الليبيد ميتابوليزم. حلو? تمام. طيب بعد كده الفيتامين بي ستة والبايري اللي هو اسمه بايردوكسين. لحضرتك الفيتامين بي ستة ده تحفظ بقى ايه? فيتامين بي سيكس بايري دوكسين اه مكتوبة اكتيف فورم بتاعته. ومكتوب كمان ان هو له تلاتة فيتامرز او مشتقات او فيتامرز. فيتامرز يعني زي الايزومرز كده. يبقى البايري دوكسين وبايري دوكسامين وبايري دوكسال دول تلاتة فيتامين او تلاتة فورمز منه. نعرفهم برضو بايري دوكسين بايري دوكسامين بايري دوكسال والاكتيف فورم اسمه بايري دوكسال بايري دوكسال بايري دوكسال بايري دوكسامين 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 بايري دوكس اقول باردوكسين بقول لي يعني البي اللي بي خلاص هو ده اللي هيشتغل وده الاكتف فورم بتاعهم كلهم تب دكتور ايه الفايدة من وجود تلاتة فيتاميرز كل واحد ممكن يشتغل في مكان يعني ده الوستيشو معين ده الوستيشو معين ده الوستيشو معين ولكن كلهم عشان يتاكتفوا لازم ياخدوا فوسفيد خلاص طيب مهمين في ايه والله مهمين في الكربهادريت والليبيد والبروتين لما ناخد متابوليزم البي اللي بي ده هنقوله كل محاضرتين تقريبا فمهم في الترانس امينيشن بروسيس ترانس امينيشن يعني نقل مجموعة الامين ده في البروتين ميتابوليزم مهم في الدي كاربوكسيليشن اف امينو اسيت بروتين ميتابوليزم مهم في تحويل الجلايكوجين الى جولوكوس كاربهايدريت ميتابوليزم مهم في السيريتونين كل 60 جرام تريبتوفان نعرف الاحثة دي قمت محليها من قليل كل 60 جرام تريبتوفان يتحول إلى سيريتونين في وجود VLB مهم في السيريتونين مهم في الإبنيفرن والنور إبنيفرن تصنيع الإبنيفرن والنور إبنيفرن ودي هي نفس نفس دي لان الابنفرين والنور ابنفرين بيتصنعوا بالديكاربوكسيليشن فهو يعني ايه حابنا نزود نقطة فعملناها كده لو نقص البيروديكسين بقى لأ انت ممكن انت تقول هيقول لك زي كان هو مهم في كل الميتابوليزم لو نقص بكل الميتابوليزم هيتأثر او طبعا اكتر حاجة هو بيأثر فيها الامينواسد البلاجرا تريبتوفان نياسين يعني بيعمل بلاجرا ايضا عملش هو برضو تريبتوفان برضو بيصنع نياسين هو ده اللي 60 ميلي جرام بصنيعلي 1 ميلي جرام نياسين في وجود برضو المين البيروديكس فلو نقص البيروديكس مش هصنع نياسين فيعمل بلاجرا ايضا يوبا زيادة الورم في السرتوني يعمل بلاجرا نقص البيئ اللي بيه يعمل بلاجرا نقص النايسين يعمل بلاجرا يعمل أنيمية أيضا يعمل كونفالجان عشان الجابة ده انهيبيتري نيورو ترانسيمتر انهيبيتري يعني مثبت يعني ده مهدق في الجسمك الجابة ده بيجي بالديكروبوكسليز ديكروبوكسليز اللي هو الأيه اللي هنا ده إذا نقص ديكاربوكسيليشن يعني قدل جولوتاميك أسد عشان نفهم أكثر فيه إنزيم اسمه ديكاربوكسيليز يديني جابا الجابا ده مهدئ والديكاربوكسيليشن دايما علي بي اللي بي لو نقص البي اللي بي يبقى كأن مافيش ديكاربوكسيليز يبقى أنا مش هعمل حاجة في الجولوتاميت يبقى مافيش جابا يبقى مافيش مهدئ فيحصل لك كنفالجن أهو وخصوصا في الأطفال الصغيرة واضح كده؟ إن شاء الله واضح طيب بعد كده بقى البيوتين البيوتين ده مهم في الكاربوكسيليشن أكتر من الديكاربوكسيليشن دايما هنقول مثلا في أمثلة كتير على الكاربوكسيليشن زي مثلا البيروفيت هنحوله إلى أجزالو أستيل ده ثلاث كاربونات ده أربع كاربونات يبقى احنا زودنا كاربونات يبقى هنحتاج كاربوكسيليز نزايد الكاربوكسيليز ده بيمسك فيه بايوتين عايز أقول لكم بس معلومة إن البيوتين بيمسك في الكاربوكسيليز بروسيتيكالي يعني بيمسك فيه بطريقة بإنزيم كمان ويبقى اسم الاتنين على بعض اسمهم هولو كاربوكسيليز يعني الكاربوكسيليز الكبير هولو كاربوكسيليز اللي مكون من الكاربوكسيليز والبيوتين ويمسكه مع بعض كوفيلنت لي يعني ما يسيبوش بعض أبدا يعني البيوتين ده ما يروحش يساعد كاربوكسيليز آخر لا هو بيعيش مع هذا الكاربوكسيليز فقط ويحتاجه ATP ويحتاجه CO2 عشان الرياكشن يحصل خلاص فالبيوتين ده مثال على البروسيتيك كو انزيم يعني الانزيم أو مساعد الانزيم اللي يمسك في انزيم واحد فقط طول حياته حلوة دكتور ماشي تمام زي الفول نيجي بقى ليه الفيتامين بي اتناشر مين الفيتامين بي اتناشر يا دكتور ده ممكن حضرتك يتصنع بي دول معلومتين غريبين شوي ليه لان احنا اصلا عيليين في الفيتامينز ان هي ما بتتصنعش طب لو سألتك هل تعرف ان في فيتامين بتصنع اقو الواحدة هو فيتامين كي برضو بيتصنع ده بي اتناشر اهو بيتصنع بالبكتيريا في جوه جسمين طيب هل في فيتامين بيتخزن لا اهو ده بيتخزن شوي هانو كده يبدول الفيتامين بي اتناشر في معلومتين غريبين شوي لازم له حاجة اسمها انترينسيك فاكتور ده جلايكو بروتين في البراية السل بتاعت الاستومك ده اللي بيمسك مع البي اتناشر عشان يعمل له امتصاص بس السورس بتاعه في الليفر والفيش والاق والملك ومش موجود في الفيجيتابولز والفروت يعني الناس النباتيين هيبع عندهم ايضا نقص في البي اتناشر ما هي الفونشن بتاعت البي اتناشر؟ هو والفوليك اسد مرتبطين فهو مهمه للفوليك اسد وشغلك كو انزيم لرياكشن كتير على سبيل المثال الميثايل مالوني الكو اي ماده بتتحاول الى ساكسينايل كو اي الميثايل مالوني الكو اي الى ساكسينايل كو اي ومهمه في الترانزway الرياكشن زي تصنيع الميثيونين تصنيع الميثيونين انا عارف والله ان الفيتامين زي لما بتبتح江 t-30 قبل الحاجات دي كأنك بتاخد الكربوهدريت والليبت والبروتين ميتابوليزم فانت ما تتضيقش هتقول لنا مش فاهم اقول لك لا احفظها بس كده في الترانز كون بس ان انت عارف ان هو بيدخل في وفي الميثايل مالونايل كو ايه الى ساكسينايل كو ايه في يعني بنق وعن طريق دي مسلا بصنع كون ان انت عارف المعلومات دي ده هيفيدنا كويس جدا قدام انت هتفهم اكتر طيب انا بقولك دلوقتي ان هو بيتصنع وبقولك ان هو بيتخزن فلازم قبل ما اقولك اعراض النقص لازم اقولك اصلا ايه اسباب النقص لان هو المفروض ما ينقصش ده بيتخزن وبيتصنع اه فاقولك في بقى حاجة اسمها برينيشيس انيميا مارفش اخدتوها في البلد ولا لأ برينيشيس انيميا ده لان نقص في الانترينسيك فاكتور نفسه واحد عنده خلل ما بيصنع sign انترنسيك ايه فاكتور طيب وفي حاجة اسمها ااا كونتراسيبتف دراجز تمام اللي هو أدوية منع الحمل وفي حاجة اسمها انتستينال بارازايتس اللي هو ديدان الأمعاء بتبدأ ان هي تأكل وتبوز الايه البتاع ده ماشي ويه جاستريكتومي الناس اللي بتعمل عمليات شيل الايه شيل المعدة تدبيس المعدة فهمنا بقى ليه حط اسباب علشان الطبيعي ان شاء الله انهم ينقص بس الناس اللي عندها الحاجات دي هينقص عندها الاعراض بقى لو حد عنده الحاجات دي فنقص البيتنشر عنده فإيه اللي هيحصل هيحصل الاتي مكروسيتك ميجالوبلاستيك أنيميا ليه بقى يا دكتور يحصل الميجالوبلاستيك أنيميا لان الكرة كرات الدم الحمراء فيها طبعا فيه حاجه اسمه ماتوبيويسيز ماشي والمفروض ان فيه طور كده اسمه ميجابلاستيك سيل او ميجالوبلاستيك سيل الميجالوبلاستيك سيل دي المفروض انها تنقسم والمفروض الدي ان ايه ينقسم فلما ينقسم يديني كراتين كده وبعدين دول هيديني في الاخر ريت بلوت سيلز طيب انا ما عنديش اصلا بيتنشر والبيتنشر كان مهم في ايه مهم جدا في الترانزميثيليشن مهم جدا في الدي انيه سينسيزيز طيب ايه علاقة الترانزميثيليشن بالدي انيه سينسيزيزيز ان البرانزميث على الثيمين باقي يتحول اليوراسيل الى الثيمين باقي المفروض يحتوي على المفروض تصنيمه ذا الثيمين الأن нийكلوتيدا هذا انه هم أحد يتحول الى الثيمين عشان اقدر اصنع DNA الثايمين ده لازم له مثال جروب المثال جروب دي لازمها فيتامين بي 12 وفوليك أسد لو نقصه مش هعرف اصنع DNA فالميجالوبلاستيك سيل مش هتقدر تنقسم عشان انا ما صنعتش DNA فتفضل زي ما هي فيبقى ما فيش أربسيز يبقى فيه أنيميا أنيميا وجعمة صور الدم ألاقي الميجالوبلاستيك سيل فيسموها ايه ميجالوبلاستيك أنيميا أنيميا وفيها ميجالوبلاستيك سيل فالطبه ماكروستيك ليه كرة كبيرة الكرة نفسها كبيرة ماكروستيك خلاص طيب الاعصاب مش احنا قلنا ان جده جدتك والناس اللي عندها الطب بالطبيعي ده على طول كان يقول لك خلاص انا عصاب بتوجعني هتلي حقنة فيتامين بي نفس الكلام علشان بحاول المثال مرونيل كو ايه والترانزميسيليشن فنقصه بيعمل ايه سبينال كوردي جينيريشن ايريفيرزيبل نيرولوجيكال ديزيز مرض اعصبي وما بيرجعش خلاص البيت ناشر مهم جدا الفوليت المعلومة اللي احنا عارفينها عنه ان هو مهم جدا جدا وعنده كريتيكالرول في تصنيع الدي ان ايه مهم جدا في تصنيع الدي ان ايه طيب وبيدخل كمان في البروتين ميتابوليزم تصنيع الدي ان ايه والبروتين ميتابوليزم واحنا عارفين الدي ان ايه هو والبيت ناشر شغالين مع بعض طريقة معينة كده طيب الفوليت ديفشنسي بيحصل ازاي بقى فوليت ديفشنسي اه اعراضوا ايه اعراضوا لسه ايلين حاجة دلوقتي ميجالو بلاستيك اناميا ميجالو بلاستيك اناميا ويعرفنا ليه السبب بتاعه ويحصل مشاكل في الجي اي تي زي الديارية والفتيج والدبريشن والكونفيوشن دي مشاكل عصبية ماشي ومعهم الفتيج ده مشاكل عضلية محصل السيلد فيجن معتمد على الدي ان ايه سينسيزيس وانحنا عملنا مشكلة في الدي ان ايه في خلاص والبروتين سينسيزيس نفس الكلام ويحصل رديوست جروس ومشاكل في الدي ان اي ميتابوليزم وطبعا اول ما اي واحدة بتعرف ان هي حامل اول حاجة بتاخدها ايه ترى الدكتورة على طول بتقول لها او مامتها او اختها اللي كانت حامل قبلها بتقول لها اجري بسرعة اخدي حبوب فيتامي ايه حبوب لا فيتامي بي 12 وكمان الفوليك اسد علشان ما يحصلش مشاكل عصبية زل نيورال تيوب ديفيكت في الجنين نفس خلاص ان هو بيسحب على طول عايز ينمو حاجة بتنمو بالسرعة الهائلة بتاعت الجنين دي يبقى محتاجة طبعا دي ان ايه ينقسم ملايين المرات فمحتاجة طبعا فوليك اسد محترم جدا اه علشان يكفل موضوع ده ناشي طيب اللي بعد كده بقى الجزء التاني من الووتر سوروبل فيتامين اللي هو الاسكوربك اسد او الفيتامين سي السورس بتاعه السترس فروت اللي هي الفروت القابضة الفواكه القابضة اللي هي اغلبها ايه انت بتاكلها فبتنقبط كده يعني زي اللمون والحاجات دي والبرتقان وكده طبعا موجود في كل الحاجات الملونة الفلفل الالوان والجوافة والطوميتو وهكذا مهم جدا 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 كانتي اوكسيدنت انووتر سوروبل كومبارتمنت اوف زابوتي يعني ايه يعني مضاد للاجسادة في الجزء المائي في الجسم عشانا عندي الماء اصلا جسمي عبارة عن شوية حاجات كده حاجات بتدوب في الماء او حاجات بتدوب في الدهون فالماء مثلا والحاجات دي بيشتغل فيها الفيتامين سي كانتي اوكسيدنت ان شاء الله فيتامين ايه اللي هو بتاع الدهون وفيتامين ايه اللي بدوب في الدهون دول ايضا شغالين كانتي اوكسيدنت يبقى انا عندي كم واحد انتي اوكسيدنت تلاتة هم دول شغالين في اللي بتكمبارتمنت بتاع حضرتك ودول شغالين ده اللي واحده شغال في اللوطر كمبارتمنت بتاع حضرتك ده يعني ايه كلمة انتي اوكسيدنت كل اللي جاي معتمد على الكلمة دي يعني دي كده الهيدلاين بتاعنا مضادل الاكسيدة فيحمل خلية من الفري راديكيلز الشوارد او الجزور الحرة او العوامل المؤكسيدة يعني من الاخر زي الوحش ده كده الهتش تو اوتو زي مثلا ده كده الايه الاوتو اللي هو السوبر اوكسيد دي كلها عوامل مؤكسيدة وضرة جدا لنا يبه هو بيحملنا من الفري راديكيل عشان هو انتي اوكسيدنت بيبروتكت الايرن من الاكسيداتي perhaps comme انتي اوكسيدنت فبيانهانس الايرن ابزوربشن بيزود الحديد عشان كده لو نقص الفيتامين سي بيحصل اينامية يحصل اي ارن ديفيشنس اينامية ينقص الفيتامين سي أيوه عشان كده دلوقتي الاشكال التجاريه من الحديد بالطهاب بيهم فيه فيتامين سي يعني Oklahoma اخذ ارسل حديد تلاقي جواه فيتامين سي ويقوده ميزة تجارية يعني بيحط لك اعلان ان الحديد بتاعنا في فيتامين سي عشان يمتص بسرعة عشان يبقى كويس طيب اسكو فاكتور في الكولوجين فورميشن ايوه علشان في فيتامين سي والكولوجين ده المين بروتين في البون والتيس والكارترش والتندن والليجاميند والسكين والبلوت فيسلز كل الحاجات ده هتتأثر لو ما اخدتش فيتامين سي عشان التركيب بتاعهم هيتأثر ماشي طيب برضو تحويل التريبتوفان الى نيورو ترانسيميتر اللي هو سيروتونين ونور ابنيفرين تمام طيب الاسكوربيك اسيد ديفيشنسي او فيتامين سي ديفيشنسي بيعمل مرض الاسقربوت وما هو مرض الاسقربوت هي الفكرة ايه في تصنيع الكولوجين الفكرة انه هو شغال علي البرولين وليسين في حاجة اسمها برولين وليسين طيب البرولين ده يتحول الى هيدروكسي برولين وهيدروكسي لايسين يحاول أصبح حادث عن حادثت عن حينثار يحاول لهم حتى يصبح حادثًا المثال إذن عندما يقوم حدث عن حادث هيدروجينز الثالث والتحول من برولين وتحوق إذا كان لدي نقص في فيتامين سي لا يمكنني أحول البرولين إلى هيدروكسيبرولين ولا اللايسين إلى هيدروكسيلايسين فيبقى الكولوجين لوز لوز كولوجين وينزف بقى ويحصل حكاة ايه كثير يعني يعمل هيمورج من الميوكس ممبرين من الماوس من الجايتي من الاسكين من المصل جينجيفايتس التهاب في اللاسة يفقد السنان ماشي يعني ايه يعني ما يخفش الجروح لا تلتأم علشان كل الحاجات دي جاية نقص جاية من نقص الكولوجين فالمرض ده اسمه خلاص طيب ناخد بقى دول في محاضرة جديدة كالفات سولوبل فيتامينز